قبل ما نبدأ الفيلم ياريت اشتركوا في قناة فيلم فليكس لو حابين تتفرجوا على ملخصات اكتر ولينق القناة هسيبه لكم تحت في سندوق الوصف بيبدأ فيلمنا فراوال كتلة وبنعرف ان في مجموعة ارهابية هجموا على الجيش الهندي من يومين وبيقول قائدهم ان ده كان عرض القوتهم وان الحرب لسه هتبدأ وبيليل بروح لوحدة من الجيش بتكون بتهجم على مقر من مقرات رئيس الارهابيين واسناء كده الجندي ارجين بيشوف بريئة فبيسيبها وبيكمل في طريقه ولكنها بتطلع ارهابية وبتحذر بها افراد المقر بان في جنود جايين ليهم وفعلا الارهابيين بيبدأوا في الهروب وبيلبسوا شخص حزام ناسف وبعد ما بيقتلوا الجنود الارهابين اللي لسه ما هربوش بيدخلوا وضعوا وبيلاو فيها شخص لابس حزام ناسف وبنشوف ان ارجان بيتعامل معه بكل احترفية وبيقدر انه يقرب منه ويطع اسلاك التوصيل وبالشكل ده بيعطى للقنبلة وبيقول اللي قدامه يمشي ولكن فجأة بتتريمي على الجنود قنبلة فبيقدر ارجان ان هو يقلل ازيها وبعد كده بيقتل بيها الارهابين اللي بيجوا ليه وبنشوف ان اسناء طريقه بيسمع نفس في الجدار وبيقدر انه يعرف ان في شخص في الجدار وبيطلعه وبيطلع انه هو رئيس الارهابين اللي تكلم في الاول وبعد كده بنشوف ان ارجان في المطار وبيقابل بنت بنعرف ان اسمها عائشة ولكنه مش بيتعرف عليها ولما بيركب الطائرة بتطلع انها مضيفة وبيكون ارجان معجب بها وعايز يكلمها وفعلا بيروح لها وبيتعرف عليها وبيلاحظ انها مبسوطة وهي بتكلمه فبيعزمها على عاشة في مطعم النهاردة فبيتوافق عائشة وبيقولها انه هو جند في الجيش وبعد كده الطائرة بتهبط وبنعرف ان هما فعلا فضلوا لمدة ايام بيقابلوا بعض وان بالشكل ده هم حبوا بعض اسرع من النت في امريكا وبنشوف ان ارجان بيفكر يخطبها وفي يوم اسناء ما هو في المطار بيستنى عائشة تخلص شغلها علشان يتكلم معها على الخطوبة فعلا هي بتخرج ولكن بيحسر اطلاق نار مفاجئ وبيشوف ارجان ان في ارهابين في المكان وانهم بيقتلوا اغلب الابرياء فبيحاول انه يقتل اكبر عدد منهم وبيروح لعائشة علشان يدفع عنها ولكنه بينضرب رصاصة في رجله ولما هي بتروح علشان تطمن عليه بتنضرب رصاصة وبتموت وهنا بنعرف ان زي ما العلاقة بدأت بسرعة فانتهت بسرعة برضو ولما بيقرب منها ارجان بينشوف ان في ارهابي بيضربه برصاصة تانية بس ظهره وبينشوف ان ارجان اتنهل للمستشفى وبعد وسبوعين بيقوله الدكتور انهم اخرجوا رصاصتين منه وبيعرفوا ان الرصاصة التانية كسرت فكرتين من عمودك الفقري وده اللي خلاه يتشلم من الرعب الحد رجله وانه ما يقدرش غير انه يحرك ادول يمين بسيط بس فبيسأله ارجان امتى هيتعافى فبيقوله الدكتور ان للأسف الشلال هيكون دائم فبيزعل ارجان جدا وبينشوف انه لما بيروح البيت بتفضلهم وتخدمه وتهتم به وبتمر ايام كتير وبيكون ارجان زعلان جدا وبيفتكر زمان لما كان بيحب عايشة وفي الوقت ده بنشوف في الاخبار ان الهجوم اللي حصل على المطار قتل 300 شخص وان الحد دلوقتي بيدوروا الاستخبارات على مين اللي عمل كل ده واسنان ما بيتفرق ارجان على الاخبار بيعرف ان صاحب الهجوم ده شخص اسمه حميد وبيفتكر ان هو الشخص اللي كان لابس حزام ناسف وقال له يمشي لانه كان فاكره من الابرياء ولما بيروح للاستخبارات بنعرف منهم ان حميد عمل كده علشان ينتيم من اعتقال والده واللي اسمه رحمن وبينشوف ان في عميل بيقول انهم المفروض يفعلوا برنامج الجندي الخارق فبيفضلوا العملاء يتريعوا ليه ويقولوا ليه ان دي كانت مجرة فكرة وانهم عمرهم مجربوها فبيقولهم العامل صبرى ان هما هيعملوا الفكرة وهيدمجوا الزكاية الاصطناعي مع شخص علشان يقدر يدمر كل معسكرات الارهابيين بدون اي خسائر من الجيش وبيقول ان في مهندسة اسمها صباح بتشتغل على المشروع ده من زمان وانها حاليا حقيقة تطوير كبير فيه فبيسألوا باقي العملاء هيعملوا التجربة عالميا فبيقولوا ان غالبا ما ينفعش يعملوها على جندي لان لو حصل في حاجة ممكن الدولة تدورنا كلنا وفي الوقت ده بنرجع الارجان اللي بيكون في البيت وفجأة بيسمع صوته ولما بيروح ليه بيطلع ان هما حرامية وبيستغلوا ان هو مش هقدر يدفع عن بيته وبيسرعوا اللي هما عايزينه وبيمشوه وبيفضل الارجان يتأسف لهم وان هو مش قادر يدفع عنها وتاني يوم بروح لصباح صاحبة برنامج الجندي الخارق اللي بتقول العامل صبرا انها مش هتجرب البرنامج على جندي سليم لان ده ممكن يؤدي الشلال ومدى الحياة فبيقول عامل تاني لصبرا يدور على جندي مشلول نعمل على التجربة وفعلا بيروح صبرا لارجان وبيقوله ان هو عارف انه كان جندي محترف وانه اختاره لانه عارف انه ما عندهش حاجة يخسرها وبيقوله ان في شريحة هتتركب في جسمك تخليك تمشي تاني على رجلك بفضل الله طبعا فبيوافق ارجان وبتشرح للمهندسة صباح طريقة عمل الشريحة وهي انها بتني للاشارات من المخ للعضو اللي يتحرك بدون الحاجة للعصاب الضعيفة ولما بيعمل العملية بيفوق تاني وبيتفاجئ لما بيقدر يحرك دراعه وبيعرف ان التجربة نجحت وبيكون صبرا وصباح فرحانين جدا فبيسمع ارجان تصوت في راسه وبتعرفه صباح ان ديها تقيرة وانها مساعدة بالزكاء الاصطناعي تبع الشريحة هتعمل لك اللي انت عايزه وبنشوف ان الايام بتمره وارجان بيفضل يتدرب لان عضلاته بتكون لسه ضعيفة وبنشوف الايام ديات ان حميد بيشتري اسلحة نووية من اوروبا فبيقول صبرا لصباح توصل ارجان بنظم الحكومي وفعلا صباح بتعمل كده وبنعرف ان هو بقى بيشوف كل المعلومات اللي عند الحكومة قدامه بسبب الشريحة وبنشوف ان ارجان بيخرج من المستشفى وبيبحث على الاشخاص اللي سرقوا بيته قبل كده ولما بيعرف شخص منهم بيعرف مكانه وبيروح ليه وبيقدر يخذ منه خاتم امه اللي سرقوا وبيضربه هو وكل رجالته وبينشوف ان ارجان بيكتشف قد ايه هو قوة اسناء كده وبعد كده بيهرب من الشرطة عن طريق انه بينطمن المسابة عليه على عربية نفايات ولما بيفوق بيلايه نفسه في المختبر مع صباح اللي بتقوله ان الشريحة ايرة مش بتشتغل الى لو انت صاحي وبيتعرف انه لما اغمع عليه بسبب الوعى هي واقفت وهو رجع مشلول لحد ما هي يدريت تشغلها تاني فبيحكي لها ارجان انه هو كان بيحلم حي الموقعي جدا اسناء ما هو كان مغمع عليه فبتعرفه صباحا ان ده بيحصل بسبب الشريحة وان لو انت الوحدك لازم تفوق بأي طريقة ولا هتفضل فغيبوبة طويلة جدا وتاني يوم بنشوف ان فيه ارهابين تبع حميد عايزين يعملوا تفجير في مبنى رئيس الوزراء وبنرجع لارجان اللي بيسهل ايرة لو تعرف مكان الارهاب حميد فبتقوله ان كاميرات الحكومة لقطته من دي وبتعرف مكانه فبيعرف ارجان انه هيعمل تفجير في مبنى رئيس الوزراء وبيتجي ليه بس في الوقت ده اللي ارهابين بيقتحموا المبنى ولما بيوصل ارجان لمبنى رئيس الوزراء بيلاقيه بيتدمر وسبرة بيقوله ان الصباح موجودة فيه ولما بندخل للمبنى بيلاقي ان حميد بياخد رئيس الوزراء رهينة فبيروح ارجان وبياخد اسلحة وبيرجع يكون من ضمن الجيش وبيروح لسبرة اللي بيقول ان بالشكل ده فانايا برئيس الوزراء اللي اسمه جيف هيتولى حليان الحكم وفي الوقت ده حميد بيقوله يخلي طيارات الجيش بعيدة عن المبنى والله يأتي الكل الرهين بس بيتشوف ان في الوقت ده ارجان هبط على سطح المبنى وبيقوله صبرة يخلي كل الجنود ترجع وان انت الوحيد اللي هتفضل في المبنى علشان حميد ما يأتي لش حد وفعلا ده بيحصل وبيقدر يطخل ارجان المبنى وبيأتي لشوية من حراس حميد وبنرجع لحميد في الوقت ده اللي بنعرف من كلامه ان نايا برئيس الوزراء جيف معهم وانه يخلي الحكومة تنفس طلباتهم كلها وفعلا لما بيقول للعملاء يحرروا ابو الارهابي رحمن بيقولهم النائب يعملوا كده بس سبرة بيقول لي انهما يحاولوا يدخلوا الجيش الاول للمبنى وبيكلم ارجان وبيقوله يدور على طريقة يدخل بها الجيش بدون ما الارهابين يعرفوا وبتكون في الوقت ده لسه صباح رغينا جوه المبنى وخايفة جدا وبنشوف ان في شخص بيديها وسعيفة بيسمحها ارجان وبيدخل وبيدخل كل الارهابين اللي معها وبينقى الصباح وبينشوف ان حميد بيوصل وبيعرف ان في شخص معهم في المبنى فبيتكلم في الميكروفون وبيخلي ارجان يقدر يكلمه في الاسيلك على نفس التردد بتاعه وساعتها ارجان بيفكره بنفسه فبيددق حميد وبيد الشخص بيشتغل في الصفارة وهو متصل بالعملاء كعقاب ليهم انهم ما سمعوش كلامه فبيقول نائب رئيس الوزراء ليهم يطلقوا صراح رحمن وكمان صبرا يخلي الجند بتاعه يستسلم وفعلا صبرا بيعمل كده وبينشوف ان ارجان بيعمل كده علشان يروح لحميد ويقتله وفعلا بيغرب منه بس لما شخص بيضربه على مكان الشريحة بيبدأ ارجان يغمى عليه والشرحة ابتها وبينشوف ان بيدم الافراج على رحمن وبنرجع لارجان اللي دخل في حلمه ومش قادر يطلع وبيروح لحميد اللي طلب وسيلة هروب من البلد علشان ما يقتلش الرهويا وبنعرف انه اول ما يخرج من البلد هيفجر المبنى وبنرجع لارجان اللي بيفوق من الحلم وبيقدر انه يتل كل الارهابيين وبعد كده بيشوف الكمبيلة وبيعرف ان تدميرها هيكون كبير وانه ما يدرش يعطلها فبيقول لي صباح تخرج كل الابرياء وبيعرف من ايرا مخطط المبنى وبيفهم ان حميد يدر يهرب من الانفاء فبيجري نحيتها وبيعرف من كاميرات المبنى وحميد راح فين وفعلا بيخرج وبيروح وراه وبينشوف ان حميد بيركب طيارة قرابط تقلع ولكن بيوصل ليه ارجان وبيقدر بالمتزك ليدمر عجلات الطيارة ولما بينزل حميد من الطيارة بشنطة التفجير بيقدر ارجان يقتله وبيعطل الكمبيلة وبنعرف ان رحمن اعدمه وان ارجان مقص كل الرهايان